السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات الصف الثالث الثانوي مع مادة الفيزياء والفصل الثالث ويتكلم عن الكهرومغناطيسية ماذا سنتعلم في هذا الفصل؟ سنتعلم معرفة كيفية استخدام المجالات الكهربائية والمجالات المغناطيسية المتفاعلة معا لتحديد كتل كل من الإلكترونات والذرات والجزيئات توضيح كيفية توليد الموجات الكهرومغناطيسية وانتشرها في الفراغ وطرق استقبالها أهمية هذا الفصل بناتي تعود إلى أن العديد من الموجات الكهرومغناطيسية لها دور هام في حياتنا بدءا من موجات الراديو والتلفاز وموجات الميكرويف والضوء المرئي والأشعة السينية لها دور كبير وهام في حياتنا نبدأ بالدرس الأول ويتكلم عن تفاعلات المجالات الكهربائية والمغناطيسية والمادة لفهم بناتي سلوك الموجات الكهرومغناطيسية ومعرف التركيب ومكونات الموجات الكهرومغناطيسية يجب أولا فهم طبيعة الإلكترون لأن الموجات الكهرومغناطيسية تنتج عن مصارعة الإلكترون فشحنة الإلكترون تعطي مجالا كهربائيا وحركة الإلكترون تعطي مجالا مغناطيسيا والموجة الكهرومغناطيسية تتكون من مجال كهربائي ومجال مغناطيسي فإذا أنا عرفت شحنة الإلكترون وحركة الإلكترون أصبح سهل تكوين موجة كهرومغناطيسية كتلة الإلكترون صغيرة جداً حيث أن الإلكترون بين الجسيمات الذرية الصغيرة ولا يمكن رؤية الكتلة أو رؤية الإلكترون بالعين المجردة وقد واجه الفيزيائيون كثيراً من التحدي لقياس كتلة هذا الإلكترون ولكن أول من قاس شحنة هذا الإلكترون هو العالم ميليكان وأعطاني أن شحنة الإلكترون تساوي 1.6 ضرب 10 أسالب 19 كولوم وقد تم قياس هذه الشحنة من خلال تجربة قطرة الزين وجاء دور العالم تومسون لقياس كتلة الإلكترون في عام 1897 فقد قام تمسون بقياس النسبة بين شحنة الإلكترون إلى الكتلة باستخدام جهاز أنبوب أشعة المهضة وهذا الجهاز يولد حزمة من الإلكترونات بعد ذلك يسهل قياس كتلة الإلكترون من خلال هذه الحزمة قبل استخدام الجهاز فرغ تمسون تماماً الأنبوب من الهواء وذلك لتقليل التصادمات بين الإلكترونات داخل هذا الجهاز وجزيئات الهواء هذا الشكل يوضح أنبوب أشعة المهبط حيث يتكون هذا الأنبوب من بهبط سالب الشحنة وكذلك مصعد موجب الشحنة وبغناطيس وشقوق وصفائح الانحراف وطبقه من الفلورسينت لاستخدام هذا الجهاز يتم توصيل المهبط بفرق جهد أو عن طريق بطارية فتتولد الإلكترونات وتنبعث من المهبط الإلكترونات سالبة الشحنة تبدأ في الحركة والتسارع نحو المصعد الموجب الشحنة فتمر هذه الإلكترونات من خلال الشقوق الموجودة في المصعد لتشكل حزمة ضيقة تصطدم بشاشة الفلورسينت فتؤدي إلى إضاءتها أو توهجها ونلاحظ أن المجال الكهربائي يولد عن طريق البطارية والمجال الكهربائي يؤدي أو يحرف الإلكترونات بقوة إلى أعلى إذن قوة المجال الكهربائي QE تحرف أو تحرك الإلكترون إلى أعلى أما قوة المجال المغناطيسي فهي تؤدي العكس تحرك الإلكترونات إلى أسفل ولكي يتحرك الإلكترون في مصار مستقيم يجب أن نساوي بين قوة كل من المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي فإذا تساوت القوة تسلك الإلكترونات مصار مستقيما دون انحراض وقتها QE أي قوة المجال الكهربائي تساوي بي QV وهي قوة المجال المغناطيسي ولحساب السرعة بعد مساوات المجالين هنا سوين بين المجال المغناطيسي والمجال الكهربائي الـV ليسرعة الإلكترون تساوي EQ قوة المجال الكهربائي تقسيم بي Q Q تروح مع Q إذن سرعة الإلكترون يمكن حسبها من خلال قانون V تساوي المجال الكهربائي تقسيم شدة المجال المغناطيسي وقد تم حساب كتلة الإلكترون عندما خضع الإلكترون إلى تسارع مركزي عن طريق التأثير بالمجال المغناطيسي فقط فإذا تأثر المجال المغناطيسي فقط تنحرف الإلكترونات في مصار دائري فاستخدم تومسون القانون النسبة بين الشحنة إلى الكتلة تساوي سرعة الإلكترون تقسيم كل من المجال المغناطيسي ونصف قطر الدوران أو المصار الذي يتحرك فيه الإلكترون شحنة الإلكترون بناتي معروفة 1.6.14.19 وكذلك السرعة يتم حسابها من خلال الجهاز وكذلك قوة المجال المغناطيسي ونصف القطر إذن المجهول عندي الوحيد هو كتلة الإلكترون فتم حسابها من خلال هذا القانون عندي لو أنا عملت طرفين في وسطين إذن الم تساوي هنا في هنا كيو بي آر هذا القانون استخدم لحساب كتلة الإلكترون وتم استنتاج كتلة الإلكترون وهي تساوي تسعة بوينت 11 بربع عشر استسالي بواحد وثلاثين كيلو جرام هذا تم حسابه من خلال تجربة العالم تومسون أو تجربة أمبوب أشعة الميقط لم يكتفي تومسون بالتجارب فقط على الإلكترون بل بدأ بتجربة أخرى مع البروتون ولكن تم تعديل بعض الأشياء فالبروتون مثل الإلكترون من حيث الشحنة قيمة الشحنة الرقمية ولكن الإلكترون سالب والبروتون موجب فقد قام تومسون لحساب شحنة البروتون بعمل بعض التعديلات أولها أنه عكس اتجاه المجال الكهربائي بين المهبط والمصعد اثنين أضاف قليل من غاز الهيدروجين إلى الأمبوب وكان الغرض من إضافة غاز الهيدروجين أن المجال الكهربائي سيعمل على انتزاع الإلكترونات من ظرات الهيدروجين ويحولها إلى أيونات موجبة إذا حصلت على أيونات موجبة فكأني حصلت على البروتونات وتم من خلال هذه التجربة حساب كتلة البروتون واتضح أن كتلة البروتون تساوي هذه القيمة الرقمية واحد بوينت سبعة وستين دا ربع عشر أستسالي بسبعة وعشرين كيلو جرام وبذلك تم معرفة كل من شحنة البروتون وكذلك الكتلة شحنة الإلكترون وكذلك الكتلة في المسألة اللي عندي يتحرك إلكترون أعطاني أن هذه الكتلة للإلكترون تسعة وينت 11 دربع عشر أستسالي بواحد وثلاتين وبسرعة أعطاني البي اتنين دربع عشر أست خمسة متر لكل سكن داخل أنبوب أشعة المهبط عموديا على مجال بغناطيسي أعطاني قيمة البي 3.5 دربع عشر أستسالي بأتنين فالمطلوب مني حساب نصف قطر المصار إذا كتبنا القانون الخاص بأنبوب أشعة المهبط عندي كيو على أم تساوي في بي آر إذا حسبت الأر بعمل طرفين فوسطين يبقى الأر تساوي م في في البسط وبي كيو في المقام الكتلة 9.11 دربع عشر أستسالي بواحد وثلاتين والسرعة 2 دربع عشر أستس خمسة أما في المقام شدة المجال المغناطيسي 3.5 دربع عشر أستسالي بواحد وثلاتين وشحنة الإلكترون تحفظ بناتي فهي 1.6 دربع عشر أستسالي بسعتاشر بإدخال الأرقام في الآلة الحزبة ظهر عندي أن نصف قطر المصار الدائل الذي سلكه الإلكترون يساوي 3.3 دربع عشر أستسالي بخمسة متر جهاز مطياف الكتلة وهو من الأجهزة الهمة التي تم استخدمها لدراسة النظائر وتفصيل أوجه النظائر أو الكتلة المختلفة للنظائر فقد وضع العالم تومسون غاز أنيون داخل أمبوب أشعة المهبط فلاحظ تواحج نقطتين مضيئتين على الشاشة بدلا من نقطة واحدة وظهر أن كل نقطة تتوافق مع نسبة الشحنة إلى الكتلة وتوصل تومسون إلى أن الضرات المختلفة من العنصر نفسه لها الخصائص الكيميائية نفسها ولكن مختلفة في الكتلة فتم إطلاق أو أطلق على هذه العناصر النظائر فهي أشكال مختلفة للذرة الواحدة لها نفس الخصائص الكيميائية ولكنها مختلفة في الكتل فإذا أنا كتبت عندي كاربون 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 هنا 6 12 6 13 6 14 أجد أنهم كلهم متفقين في عدد البروتونات أو العدد الذري ولكن العدد الكتلي 12 13 14 مختلف أي أن عدد النيترونات مختلف والجهاز الذي استخدمه لمعرفة النظائر بشكل تفصيلي وأوضح هو جهاز متياف الكتلة فمن استخدامات هذا الجهاز دراسة النظائر قياس النسبة بين الأيون الموجب إلى الكتلة وكذلك تحليل النظائر والمادة التي يتم إدخالها داخل هذا الجهاز يجب أن تكون مادة غازية أو مادة صلبة يمكن تسخنها لتشكل بخار فهذا هو شكل جهاز متياف الكتلة القانون المستخدم في جهاز متياف الكتلة لحساب نسبة الشحنة إلى الكتلة في النظائر نفس قانون أنبوب أشعة المهبط ولكن هنا 2V أي أن نسبة شحنة الأيون إلى الكتلة تساوي مثلي فرق الجهد مقصوما على كل من مربع مقدار المجال المغناطيسي ومربع نصف القتر فهو مشابه لقانون متياف الكتلة تساوي مثلي فرق الجهاز